13 دقيقة وزيادة للأجور بمقدار 100 يورو وتعليق للأزمة على جدران 40 سنة خلت ذاكما تمخض عنه خطاب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من بعد أسابيع الاحتجاجات الأربعة لأصحاب السطرات الصفر معلنا حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية لم يكن مقنعا لأصحاب السطرات الصفر ويبدو أن الحركة ستستمر وفق ما ينون برغم إعلانه إلغاء الضريبة على معاشات التقاعد إضافة إلى إلغاء الضريبة على ساعات العمل الإضافية وتقديم منحة للأسر المعوزة خطاب الرئيس الفرنسي لم يكن واضحا زيادة 100 يورو على الحد الأدنى للأجور هي زيادة غير مجدية فإذا اقطعت منها الضرائب سيتبقى منها 80 يورو فقط هناك ثمانية أشخاص في هذه الغرفة يستمعون للخطاب ولا أحد تأثر بخطاب هذا الرئيس ما أخشاه هو أن بعض السطرات الصفر ترضى بالإجراءات الجديدة وتسعد بزيادة 100 يورو للحد الأدنى من الأجور إلا أن هذا غير كاف لن نتوقف عن الاحتجاج وسأواصل شخصيا تظاهراتي في الشارع المعارضة كانت بالمرصاد للحركة ولرد فعل الرئيسي عليها رئيس حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون وصف خطاب مكرون بالعبثي داعيا إلى جعل الفصل الخامس من مواصفه بثورة المواطنين السبت المقبل مناسبة للتعبئة الحاشدة ما قاله إمانويل مكرون هذه الليلة حول النواية الطيبة والمشاعر التي يكونها للشعب الفرنسي لا ينسجم على الإطلاق مع السياسة التي انتهجها والموازنة التي قرحها يجب الاختيار بين مواصلة السياسة التي تقوم على إعطاء الأغنياء الفقراء بالقطارة أو وضع موازنة تنطلق من الحاجات المعروفة للشعب ومن ضرورة الاستثمار البيئي رئيسة التجمع الوطني مارين لوبان قالت إن مكرون يتراجع لكي يقفز على نحو أفضل في المحيط الأوروبي للأزمة أعلنت بروكسل أنها ستدرس بعناية كيف ستنعكس وعود مكرون على الميزانية الفرنسية